بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم بالمحاضرة التامنة من مساق اساسيات البرمجة ومحاضرة اليوم هي المحاضرة الاخيرة في عالم اللوبس ونبدأ بالعنوين زي ما اتعودنا حناخذ محاضرة هاي نكمل طبعا عن المحاضرة اللي فاتت وحندخل في عالم لبريك ستيتمنت شوف كيف استخداماته كونتوني ستيتمنت وبعدين نكمل مع بعض اللي هو الدو وايل والفورلوب لان هذول اتنين ما اخدناهم شو المحاضرة اللي فاتت هذه نحن نحن نحكي طبعا بشكل مختصر على النستد فورلوب لانه نفس الفكرة اخدناها المحاضرة اللي فاتت في النستد وايل واخر شي حنتطرق لموضوع الراندم نمبر او الاعداد العشوائية اولا بالنسبة لموضوع البريك ستيتمنت الفكرة تعت البريك ستيتمنت بسيطة الفكرة تعتها بانه الصورة هانا واضحة بيقول لي اذا البريك طبعا احنا قابل لهيك وين شفنا البريك شفناها في الموضوع السويتش وكانت شو بتعمل تطلع من البودي تعت السويتش حال نفس الشي لما احنا نستخدم البريك داخل اللوب هتطلع من البودي تاع اللوب اللي هي فيه خلاص فمثل احنا عنا في الرسم اللي هان لاحظ طبعا اول شرط انه البريك كانت تستخدم مع مين مع اف في عالم الوائل هيك طبعا المنطقة لأن غيرك هيكون مش منطقة وهذا مثال تاني البريك مستخدم طبعا تابع للأف اللي هو في النست دوائل يعني هادو وال جوه وال فالبريك اللي هان اش هيعمل هو فعليا هيطلع من البودي تاعة الوائل اللي هو فيه فبالتالي لاحظ هو هذا هو المربع الأحمر هان هذا هو البودي تاعة الوائل فاشطلع البريك من وين طلع خارج البودي تاعة الوائل اللي هو فيه لكن هان الاحظ في المثال اللي هان لما يجي عندي البريك يعني اتحق الشرط تاعة الـ واستخدمت البريك وفعلياً البريك سيطلع من وين خارج البودي تاعت الوائل اللي هو فيه وهنا طبعاً هو لازال في الوائل من الاوتر الوائل او الخارجية طبعاً من هنا هيرجع بعد نهايتها كمان مرة واضح اللي اخذناه في اللوب عليش هيك الكندشي من اول وجديد واضح؟ فالبريك سيطلع من البودي الوائل اللي هو موجود فيه واضح؟ مثال عنا ممكن نسخدم البريك في السيناريو اللي معناه طبعاً طالب منا انه احنا نطبع الاعداد وفعلياً هو بيطبع الاعداد من واحد لسبعة يعني هو بادي عندي هذا العداد الاول وحيصلين للعداد سبعة من واحد لسبعة وطبعاً قيمة اكس هتزيد بشكل طبعاً واحد باي وان الآن عندي هنا بيقول لي اذا اكس ساوت يعني اكس هتبدأ من واحد بعدين اثنين بعدين ثلاثة بعدين اربعة خمسة ستة سبعة زي ما احنا شايفين فبقول لي هنا اذا اكس ساوت قبلة القسمة على الاربع بدون باقي هذه معناها انه اكس ريميندر او مود الاربع يساوي الصفر يعني تقبل القسمة على الاربع بدون باقي بريك يعني اطلع من وين من البدي تاعت الوائل بالفعل شو اللي هيطلع عنا الناتجة هنا في المثال زي ما احنا شايفين انه هيطلع عنا اول شيء الهو الواحد لانه عند الكنديشن فولس وحيطلع اثنين وثلاثة لكن لما يجي عند اربع هان هاد الكنديشن نترو بسيجي عندنا هان صال الكنديشن نترو تاعت الاف وحينفد البريك وهيطلع برات مين البدي تاعت الوائل عشانك هيطلع عنا واحد اثنين ثلاثة طيب لو احنا عملنا لغينا البريك زي المثال اللي عندنا هنا لو لغينا البريك هنا طبعا ايش هيصير ولا حاجة حيطلع عنا القيم من واحد لسبعة ضاحظ هاي اعداد من واحد لسبعة لانه مفيش عند بريك مش هتم تنفيذ البريك واضح الفريق هنا كيف لما احنا استخدمنا بريك ولما ما استخدمناه بريك و اوضح كمان مرة انه البريك هنا لازم يستخدم مع الاف اذا استخدمناه داخل لوب كان ويل او غيره الكنتونيو يعني فكرة شبيهة من اللي بريك بس ما بتطلعش من البودة تاعت الويل ما بتطلعش من البودة شو بتعمل يعني اولا نفس الشي الكنتونيو برضو لازم تكون موجودة تابعة مين هيك المنطق بيقول لان عنا هاد الكنتونيو لما انا قابلها هترجع لي وين هترجع لي على تست كونديشن تاعت الويل اللي هي جواته ما بتطلعش برات البودة تاعت الويل معنات الكلام انه كل الجمل اللي بعد الكنتونيو هدولا مش حيتنافده يعني از احنا هاي مربط الفرس هان فالله هزقل لي هنا لما احنا وين كنتونيو از انكاونتر لما احنا نشوف ان لك الكنتونيو هاي كل هاي شايف اول اللي هم كل استيتمان ان دا بدي اوف دا لوب ذات ابير افتر ايت يعني افتر كنتونيو اللي هو حلش نعملها اجنورد حنتجها لها لاضح واضح واضح وبالتالي هنا اللوب هيعمل حضر المين للف اللي بعدها فهنا هاي الموضوع لاحظ هانا كنتونيو لما تيجي داخل نست دوايل شو بتعمل طبعا اول شي تلاحظ تابع للف لكن هانا الكنتونيو هترجع لمين للتست كونديشن تاعت الوايل اللي هي فيه واضح شوف كيف المفارقة بينها وبين البريك طبعا هانا مع الكلام ان كل الجمل هانا كل هدولة مش هيتنفده اذا احنا اشتغلت مين لحد ديت يعني كل هدولة فهانا هيرجع لمين له لتاعت الوايل اللي هي طبعا زي ما احنا وضحناها من عند الكنتونيو تعال نشوف مع بعض مثال مثال اللي هانا هو نفس المثال لاحظه بدي قيمة من اكس من واحد لسبعة يعني هيجي من واحد لسبعة اكس اقل يعني اكس طبعا هتزيد عنا لكس واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة بعدين الكنتونيشن هانا هيفولس فبالتالي عند الهان هيستمر لهو سبع مرات فبقولي هانا لما انت تشوف اكس باقي قسمة الاكس على الثلاثة يساوي صفر كونتونيو لاحظ هانا مش عامل بريك وبيقولي كونتونيو شو اللي هيصير معنا هانا اول شي لو نعمل احنا تريز هنا ومتى هيطيني كونتونيو الكنتونيو يعني حيرجع لعمين على الهان وبالتالي يبقى هذا الجملة او الشقة اللي هانا مش حتتنفز اللي هي مش حيططع لقيمة الاكس متى مش حيططع لقيمة الاكس مش حيططع لقيمة الاكس اذا كانت قيمة الاكس تقبل قسمة على ثلاثة يعني من مضاعفات العدد الثلاثة طيب ماشو هم القيمة اللي عندي من واحد لمن لسبعة فبالتالي انا عندي حين واحد واثنين ثلاثة مش حتنطبع لكن واحد واثنين حتنطبع اه لاحظ احنا بدين اه سوري ليش مش من واحد لان احنا عملنا انكريمنت لها قبل وهذا كمان ملاحظة مهمة في عالم مين في عالم الكنتونيو عشان نتلاحظها اذا انت استخدمت كنتونيو طبعا كنتونيو لازم تكون تابع على اف لازم موضوع اللي هو الابديشن الانكريمنت او الدكريمنت بغض النظر لازم يكون قبل ليش وإلا حتخش في انفينت لوب يعني هذا بيصير ملهاش معنى لانه هنا الكنتونيو حتتجاهل كل الجمل اللي بعدية فتخيل انت حطيت الـ x بلاس بلاس موجودة هنا يتقل مش حتتنفت فعليا طب يبقى اصبح عندنا هنا ملوش معنى الكنديشن تانى فبالتالي ضروري انه لما نستخدم كنتونيو لازم موضوع الانكريمنت او الدكريمنت اللي سمناه قبل ما نستخدم الكنتونيو فهنا اول شي حيجي عندنا بدأ بواحد يبقى هنا حتعمل انكريمنت لاتنين طبعا اتنين منش منوضاف العدد الثلاثة فبالتالي مش حتنفد هاي حيطبع لمين الجملة هاي طبع اتنين جينا على اللي وراها صارت طبعا اللي احنا هنا جينا على اكس صارت اللي هي تلاتة في الحال هاي او صور اتنين بعدين الكنديشن ترو بعدين هاي صارت تلاتة التلاتة عندي تقبل قسمة يعني مش هيطبع الجملة هاي عشان ما طبعش عنا ثلاتة بعدين جينا هنا عنا صارت اربعة اربعة لتقبل قسمة على ثلاتة سيطبع لي قيمة 4 إلى آخره فبالتالي هنلاحظ القيام اللي ظهروا عندنا اللي هما 2 و 4 و 5 و 7 و 8 يلاحظ ما ظهرش عندي لا الثلاثة ولا الستة اللي هما من المضاعفات من العدد الثلاثة طب تعالوا نشوف لو لغينا إحنا الكونتونيو هنلاحظ سيطبعهم كلهم سيطبع 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 فبالتالي إحنا هنا نوضح هذا لتوضيح كيف آلية عمل الكونتونيو كمان مرة أنبه للمرة الثانية أنه الكونتونيو هنا إذا تستخدمها لازم تستخدمها لازم تستخدمها نفس الـ break مع الـ if statement إذا كانت داخل الـ while وفي موضوع الكونتونيو هنا لازم يكون عندي موضوع الـ update قبل الكونتونيو يعني قبل حتى الـ if اللي تحتوي على الكونتونيو هذا ملاحظة كثير مهمة طيب تعالوا نشوف مع بعض هنا أمثلة في موضوع اللوب لأنه هنا لما دخلنا في عالم أو حكينا على الـ break وحكينا على الـ continue صار عندنا في أكتر من طريقة لإستخدام اللوب وهنعطي إحنا مثال معين أو عايزين إحنا output معين وممكن نحصل على output معين هذا بأكتر من طريقة هيك إحنا بنسين قارم بين الطرق وهيك إحنا نتأكد من فهمنا وبنعزز إذا قارنا ما بينهم أول موضوع لو أنا عايز أطبع كلمة hi وطلب مني هنا هيك عايز أطبع كلمة hi خمس مرات بعدين bye bye زي الـ output اللي هنا لو طلعنا على الـ output اللي هنا بلاحظ إنه كلمة bye bye انطبعت مرة واحدة فهذا بفهمني إنه كلمة bye bye هذه أو الـ statement تعتباعة bye bye خارج اللوب وين اللوب هيصير؟ اللوب هيصير في التكرار يعني النمط التكرار هي موجود هنا في كلمة hi فأصبح الجملة اللي بتطبع كلمة hi لازم تكون في البودة تعتى اللوب هاي أول ملاحظة فتعال نشوف إحنا أبسط طريقة اللي احنا أخذناها لاحظها أولا هذه الجملة طبعا الجملة هات تعت bye bye خارج اللوب بتعت مين؟ تعت while خلاص مين جوهات الـ while اللي هي الجملة اللي تعتت تطبع لهاي ماشي بس أنا عايز أتحكم فأكم مرة بدي أطبع لهاي فبالتالي أنا بدي أحط عداد العداد عندها بيبدأ من صفر وبينتهي عند وين؟ عند أربعة يعني من صفر هذا اللي هو الإنشيا القيمة الأولية من صفر وحيزيد لأربعة يبقى مدام من صفر لأربعة لازم أزيده يعني عشان كنا بكتب هنا إيه إكس بلاس بلاس واضح لازم أن أكتب هنا إكس بلاس بلاس فبالتالي أول ما هيبدأ هيبدأ من صفر واحد اتنين ثلاثة بعدين أربعة هيكصر خمس مرات لما إكس بتساوي خمسة هيعطيني فولس هيك فتطع لي إياهم إيه خمس مرات ملاحظة هان عشان هذه قيمة إكس أقل ويساوي الأربعة لما تشوف الأقل وقيمة الإكس اللي هنا هيك فهتعملها إيه أو من زاوية تانية أنا عايز أبدأ من صفر وأصل لأربعة يعني أبدأ عداء الأسباعي صفر واحد اتنين ثلاثة أربعة معناة الكلام إنه هذا حيتكرر خمس مرات لأنه من صفر لأربعة صفر لعدية الأربعة ويساوي الأربعة لهم خمس مرات فلازم أنا أعمل عملية ثانية إنكريمنت عندهي طبعاً هيعطيني الأوتبوت اللي إحنا حكينا عنه طريقة ثانية لو إحنا عكسنا حيقلنا له هانا طيب لو قلنا مثلاً أنا من أربعة حبدأ من أربعة وينزل لصفر فيش مشكلة نفس الشيء الآن هو نقطة البداية أربعة وحيصل لكام؟ لصفر لاحظ فحنقول مع بعض حنبدأ أربعة بعدين ثلاثة بعدين اثنين بعدين واحد بعدين صفر يعني خمس مرات فحيتم تنفيذ الجملة هاي خمس مرات لكن لاحظ أنا إيش لازم يعمل هو ديكريمنت لأنه هو بادي من أربعة بده ينزل نزول للصفر فعشان إيش أنا لازم يعملها مين؟ اللي هو الديكريمنت أو ملاحظة تانية لاحظ لما كانت عندي إكس أقل وإيس أقل مني اعملنا الإنكريمنت لكن هنا إكس أكبر أنا أعمل إيش إكس مينوس مينوس مفهوم الكلام هذا كالتالي أنه هنا أنا عندي هذه إكس أقل من شيء معين متى بتصير أكبر منها؟ لما أزيد من قيمة إكس وهانا إكس أكبر من قيمة معينة متى بيصير أقل منها؟ لما أنا أقللها فبالتالي واضح متى بنستخدم إكس مينوس مينوس ومتى بنستخدم إكس بلس بلس لأنه لو أنا عكست لو حطيت هنا إكس مينوس مينوس سأدخل في الإنفينيت لوب لأنه سيتم هذا الشرط true forever ولو أنا حطيت هنا إكس بلس 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 لاحظ بدل إكس مينوس مينوس برضو سأدخل في إنفينيت لوب فعشانيك مهم نعرف متى هنستخدم إكس بلس 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 ومتى نستخدم إكس مينوس مينوس واضح؟ هذه الطريقة ثانية الطريقة الثالثة هنا استخدمنا هنا فيها البريك وكمان مرة لاحظ إحنا في البريك هنا لازم تيجو مع جملة الإف لاحظ هنا إيش عامل هو هنا أولا ومش حطي إلي كونديشن معين هو معطين إياها true وهذا مثال شفنا إحنا ماذا تقول لي ويل و true يعني حيتم تنفيذ مين هادي ويل حتمشي إلى مالها نهاية خلاص لكن متى بتقف؟ بتقف لما تشتغل مين عندنا؟ بريك طب السؤال هنا متى بريك رح تشتغل؟ لما الشرط هاد يتحقق طب متى الشرط هاد بتحقق؟ لما قيمة الإكس هنا تساوي خمسة ماشي طب هي إكس بدت من صفر ومتى بتصل لخمسة؟ يبقى أنا لازم أعملها مين؟ عملية increment مدى من صفر لخمسة لازم أعملها increment لو كانت العكس من خمسة بادي من خمسة هان وهانا لصفر هعملها decrement طبعا للتوضيح طيب الآن هانا بالتالي هاد نفس الشيء لما إكس ساوت خمسة هان هاد الشرط هيتحقق وبالتالي بريك والبريك هانا هيطلع لي يامين برات البودة تاعة الوايلوب وحينفد لي أول جملة اللي هي جملة الباي باي اللي هي قرية خارج الجسم أو البودة تاعة الوايلوب لاحظ هاد طريقة بفكرة تختلف عن النظام اللي هان استخدمنا هان فيها البريك طريقة آلتي استخدمنا فيها الفلاق وأنا ندربع لك السيناريو بمر معنى كتير لأن احنا بالفعل موضوع الفلاق كتير مهم وهاد البوليان داتا تايب شفنا وحنشوف مع بعض انه بالفعل في بعض سيناريو من الأكواد لا يمكن تحلها إلا باستخدام الفلاق ففكرة الفلاق كتير مهمة هاي هان هو ما عملش ما استخدمش الترو وطبعا ما عملش البريك عشان يوقف اللوب وقال اللي حيدخل في infinite loop هان حط فلاق والفلاق هان دائما عمله الانشية الاستيتي القيمة الاولية تاعته انه هو true الآن هان حسب ال if تاعته هان حيحول لي عن نقطة معينة حيحول لي false متى صار false عندنا حينتهي اللي هو الشغل ال while وحيطلع براته وحينفد للجملة هاي اذا تنفدت الجملة هاي متى هاي الجملة بتتنفد؟ اذا ال else وصلنا ال else متى وصلنا ال else لما بيكون الشرط اللي هان ايه false طيب متى بكون عندنا الشرط هنا false لما بتكون عندي هنا x مش اقل ويساوي الصفر ماشي طب هي x بدت من اكم بدت من اربعة وحتصل لها اكم لصفر يبقى ايش هنعملها x minus minus نفس السيناريو لاحظ هاي من اربعة لصفر x minus minus لو كانت هادي الصفر وهذه اربعة طبعا هتكون اقل من لكانت الصفر الاربعة هنعملها x plus plus انا برضو بحب اوضع النقطة هاي فلاحظ هنا استخدمنا طريقة تاني وفكرة تاني برضو عشان نطبع هاي خمس مرات بعدين جملة باي باي هانا ما استخدمناش البريك زي السيناريو اللي هانا هانا استخدرنا نظام الفلاق والفلاق انا هشغله عند حالة condition معين فبالتالي عنا الان هاي طريقة وهي سيناريو تاني وهي الطريقة التالتي وهي الطريقة الرابع فبالتالي نحن ندرسهم ونقرهم بين بعض ونحللهم عشان نعزز المعلومات لانه هاد النقاط او هاد الملاحظات هتمر معنا كلها قدام طيب مثال تاني الان احنا عايزين لو بدنا ندخل من لوحة المفاتيح يعني احنا الحين مناش نسبت الرقم على خمسة انا بحاول امشي معك بالتدريج الموضوع هنا بسيط لان احنا الفكرة الانكرمينت او فكرة الطباعة هادي الساهلة يعني هو التعقيد كان كله هنا في اللوب هنا بس انا حيضيف اللي اللي هو زي ما انت شايف هادا تعمل setup للكيبورد وبقولي لو سمحت خيلي اكم مرة عايزين نطباح هاي ماشي ضفناله رقم خمسة الان الاكس انا بتساوي خمسة بس هاي الموضوع كتير الان من خمسة وعايز اصل لمين انتبه من خمسة لمين لواحد يعني هعملها ايش ديكريمنت يعني بنزل من خمسة وبدي انزل نزول الواحد فعملها عملية مين ديكريمنت وكلمت جملة الهاي حيتم هيلي هتتكرر خمس مرات وطبعا اخر جملة اللي هي البيبال هتكون اساسا خارج الباضي تاعت الوايلوب موضوع بسيط هانا نفس الفكرة هانا اعملنا حطينا متغيرين يعني بس ما يعني هان من باب التغيير او قيمة واي بدل مكتبها واحد بانا حدتها متغير بس واحد والإكس هانا قيمتها خمس الحين كمان مرة الواحد اللي هان شايفو هاي الواحد اللي هان بده يزيد ديكبر لما يسير لخمس يعني قيمة الواي بده تبدأ من واحد لكم لخمس كمان مرة اوضح النقطة هان انه عندي قيمة الواي بادية من واحد وعايز تسلمها لكم لخمس على اعتبار انه اليوزر دخل هان رقم خمس زي ما شوفنا ففي الحال اللي هانا في الحال هانا لازم اعمل امين انا واي بلاس بلاس يعني واي اللي بده اعملها انكرمانت وبالفعل حيطم طباعة اللي هو الهاي زي ما انت شايف خمس مرات سيناريو ثالث انه بيستخدم بردو البريك نفس المبدأ في البريك هانا بديله هو طبعا معطيني انفنت لوب مدام عمله واي اللي تروي بقى لابد من وجود كلمة بريك فهو بقول لي طيب انت ادخل رقم الرقمنا هو الخمسة وطبعا ماشا الحين عايزين نعمل هاي الرقم خمسة متى اكس هتساوي خمسة طبعا بدت اكس من الصفر وصلت لكام وحتتصل لخمسة يبقى لازم اعملها ايه انكرمانت انا اساسا صعود لحكاية يعني من الصفر للخمسة البريك هانا هتتنفذ لما اكس هتساوي خمسة طبعا ندام وصلت البريك حيطلع البري تاعة الوائل هنا وحنعملها ايه اللي هو تطبع جملة باي باي فصارها طبعا هاي ثلاث سيناريوهات برضو بعزززن نفس الكلام اللي حكيناها بالسلايد اللي قبل برضو مور اكسامبل زلنا احنا برضو في عالم اللوب لان اللوب حكينا انه هو موضوع معقد ويحتاج الى يعني تركيز اكتر وجهد اكتر وكتر وامثلة اكتر لتوضيح النقاط هنا بقول لي اطبع لي الاود نمبر الاود هما الاعداد الفردية الاقل من 10 بعدين نطبع لي باي باي كمان مرة انا كلمة باي باي هنا لمكن يكون جزء من اللوب الجزء من اللوب من هاي لان هذول لهم فيه النمط والنمط تايع اللي هي الاعداد الاولية بادئ من واحد لحد التسعة يعني من واحد الاعداد الفردية الموجباء الاقل من 10 طبعا هنبدأ هان لاحظوا وابادئ من الرقم الصغير وبعدين يعني للكبيرة فبالتالي اول سيناريو عندنا هان أولا بديلة هنا نلاحظ X من صفر وحيسلم لأكم لعشرة لعشرة لاحظ أي طبعا مفروض انه هنا ما تسويش بس ما فرقتش كتير يعني أنا من صفر لعشرة يبقى هيعمل عندي مين هذه X بلاس بلاس لاحظ بكرر رفس المواضيع برد نفس المبدأ لانه مدام انا بكتبدا من الصغير تصل لرقم كبير لازم نعملها increment طبعا الجملة هذه خارج البداية تحت ال while طبعا الجملة اللي هتنطبع هاي الجملة طب هادا الجملة راح تنطبع او الرقم اللي هو X انو متى لازم ينطبع القيمة X انظهرها على الشاشة اذا كانت عدد فردة هاي الشرطة فانا بربط الجملة هادا هيك بF هنا F بتساوي اذا كان باقي قسمتها على 2 لا يساوي 0 يعني عدد فردة اتباع لي قيمتها طبعا هنا وإلا الشرط ما تحققش بس يعني يروح على ال element اللي بعدي فبالتالي هاي حاطيني الناتج اللي احنا شايفينه هانا مثلا فكرة تانية ايش عامل هو هانا شخص مثلا جال لك طيب انا ليش عامل هي انا بدي اقول له حبدة من X تساوي واحد خلاص وحبدة ازيد انا X مرتين وراء بعض يعني برضو نفس الشي من واحد لعشرة لازم عملية increment لقيمة ال X بس X بتسير اتنين احنا لما اعمل واحد زيدها اتنين بيسير ثلاثة بعدين خمسة بعدين سبعة بعدين تسعة بعدين بتسير 11 هذا الفولس هيعطيني فولس مش هيطبع ويطبع لي كلمة باي باي فكرة تانية فكرة تالتي هانا استخدم الكنتينيو والكنتينيو هانا انه اذا كان العدد زوجي ما تطبع لي شي اياه يعني تجاهل الجملة هاي لاحظ كلامة كونتينيو اذا تحققت حيتجاهل مش هينفد الجملة هاي طبعا هادو الجملة متى بديش انافدها لما بتكون قيمة X عدد زوجي شو يعني عدد زوجي؟ يعني اللقم مود الاثنين حيسويه للصفر فلاحظ هنا ادت الكنتينيو طبعا لازم تكون تابع للF والشرط المهم اللي نبهناك بالأول انه لازم نعمل موضوع الابديشن قبل الافتاحه واللي عندي هنا هيعطيني infinite loop لانه قيمة ال X مش رح تتغير لو حطيت انا X بلاس بلاس هنا مش هتتغير قيمة ال X مش هتم التغييره وبالتالي الكنديشن هادا هيتم تروح النقطة معينة بعطيني infinite loop طبعا ليش X بلاس بلاس لانه هو يبدأ من الصفر وهيسكر المين لحدة التسعة لانه قيل الاقل من عشرة يعني X ويساوي التسعة بدء من الصفر وعملت له عملية الانكرمت لانه من الصفر بده يصل للتسعة يعني هذا الكلام حينشغل عشر مرات يعني قيمة X هتبدأ من صفر لحدة التسعة والقيم الموجبة اللي هما طبعا زي ما انت شايف لاحظتها يعني حدة من واحد فعليا لان X بلاس 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 بالأول قبل ما شاية فمن واحد للتسعة بس الحيضر عندنا من الاعداد الاود طريقة هالتهان ما استخدمش ال continue هو مباشرة استخدم ال F يعني طريقة برضو سهلة ما اختلفتش كتير هاد عن هاد يعني المثال اللي هانا والمثال اللي هانا ما اختلفش كتير بس غيرنا في شغلي هانا انه انا عملت هانا تسعة وهاد اللي هي عشرة طب ماشي في ايش اختلف يعني ما هي نفس القيم لكن هل هادا بيفرج انه هاد X بلاس 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 حاطتها بالأول ما حاطتهاش بالآخر مثلا هادا ملاحظة اذا بتلاحظ احنا في اكتر من المثال مرة كنا نكتب X بلاس بلاس فوق مرة نكتبها X بلاس بلاس تحد هذا الكلام انت اعملوا رند لو حننا X بلاس بلاس هل هيختلف ولا لا وهل لهذا السبب انا اعتبرت انه هاد طريقة رابعة عشان ننتبه على الملاحظات الصغيرة هاي طيب امثلة ثانية بردو الان بدنا نعكس مدام عايز تعكس طبعا انا انبهك هانا المثال اللي هانا كل الامثلة اللي هان بادي من وين ها امحيلك الاسكراج عشان تلاحظ بادي من الصفر للعدد اللي بدي اصل الى العاشرة من واحد للعاشرة من الصفر لهو تقريبا يعلك تسع منها من الصفر للتسع يعني بادي من الصغيرة الكبير لانه الموضوع ايش ترتيب زي هيك من الصغيرة الكبير هانا لو انا عايز اعكس الاوتبوت لازم ابدأ من الرقم الكبير طبعا لاحظ انت هانا لازم تبدأ من الرقم الكبير بغض النظر كان عشرة تسع اي رقم هم الكبير وبينزل ينزل لمن للصفر زي ما انت شاف طبعا في الحالة هانا لازم استخدم مين الدكرامنت مدام العدد انت الانشال او القيمة الاولية تاعته عدد كبير وعايز تنزل للعدد قليل لازم تكون عندي هاد القيمة ايه اللي هي الدكرامنت يعني اكس ماينوس ماينوس طبعا نفس المبدأ ما اختلفش هو هانا بقول لي اذا كان العدد فار يطبع لي اياه بس اذا كان زوجي مش هيطبع وهيعمل قلل في قيمة زي ما انت شاف نفس الناتج بس هو الفكرة هانا اللي بختلف عن السلايد اللي قابل كمان مرة انه هانا بديلة من العدد كبير ونازم نزود على الصفر لانه بادئ من الكبير للصفر عكس السلايدات اللي قابل حان نفس الفكرة برضو لازم يبدأ من عدد كبير وينتهي عند الصفر طبعا نحن هن لازم نضيف مين اكس ماينوس ماينوس لاحظ وهذا القيمة هان كانت اكس ماينوس ماينوس او اكس بلاس بلاس لازم تيجي قبل موضوع الاف اللي تاب على مين الها الكونتونر لاحظ نفس الاتبوت طيب امثلة تانية هدا مثال تاني هانا مالوش دعو بالارقام هدا المثال اللي هانا عشان ينوه برضو نقطة ويبيننا وين من استخدم اللوب اكتر يعني الشيء يكون لي ملموس ليه فايدة ملموس الان هانا بقولي انا هاي تيكس تاعي فاليستينا فوريفر خلاص الان عندي هدا التيكس وفيه تيكس تاني هدا التيكس تاني فاضي وفي عندي كاركتر انا محدده الهو الاي فعليا انا وين في حرف هانا موجود هنا حرف الاي بدي اشيله واخزن الجملة الجديدة بدون ما تحتوي على حرف الاي في وين؟ في سترينج اثنين ففعليا سترينج اثنين فاضي وانا ايش هعمل فيها؟ حابده اعب فيها الاحرف اللي بتسويش الحرف اللي هانا يعني اول شي حرف البي بتسويش هنا ماشي حطيه الحرفية الاي بتسويش ضيفة الاي بتسويش ضيفة الاي بتسويها لا اضفهاش الاس ضيفة فبالتالي الناتج اللي عند الاحظ هيطلع عندنا هانا زي ما انت شايف اللي هو كلمة باليستينا فوريفر لكن بدون اي حرف الاي وبعدين هيطبع لكلمة باي باي ملاحظ هان بما ان هاد الجملتين ما تكرروش كتير هادو اللازي مطلعوا مين وين يكونوا خارج البني تاع اللوب ماشي طب انا هستخدم اللوب ليش؟ ليش انا محتاج اللوب؟ يعني وين اللوب في الموضوع؟ اللوب في الموضوع هانا بانه الاحرف اللي هان انا لازم امر عليها كلها وحبدي انا في عندي كاونتر انه هادي كاركتر صفر كاركتر واحد شارات صفر شارات واحد شارات اثنين شارات ثلاثة شارات الى اخره فانا بديت هنا المس في نمط فهو هاي الهدف من موضوع مين الواي طيب اولا احنا بلوشي بنا نحسب قديش اللينك تاعها نفرض اللينك تاعها مثلا تقريبا تسعة عش اعتقد بادي هيبدأ من صفر لتسعة عش يعني عامش من هان من شار صفر لتشار تسعة عش طبعا مدام بدي من الصفر والعدد لتسعة عش هنعمل هايش وضحنا النقطة هاي طيب الان بيجو بقول لي الان الكاركتر الشي اعتش هايو اللي هو مين حرف الاي اذا الشي اعتش انا ساوى ما سواش اتبه اذا الشي اعتش عنا اللي هو مخزن فيه الكاركتر اللي بدنا نشيله من التكست اللي هان اذا هذا الاي اذا ما سواش اللي هو الكاركتر الاولان تشارقة صفر مين تشارقة صفر اللي هو بي في الحالة هات تعال نوضح المثال اللي هان هنفرض انشية اللي اكس هتساوي كم؟ هتبدأ بصفر وين تشارقة صفر اللي هو مين؟ البي البي هان هل بتساوي الاي؟ لا مدام بساوي هاش يبقى حنضيفها شايفها؟ ضيف ليها هون؟ في السترينج اثنين شايف؟ بلس يساوي هادة معاناها ضيف لي وين على هادة فاول شي حينضاف السترينج هان حرف مين؟ حرف البي بيجعل حرف الاي اللي هو وراه طبعا اعملنا انكرمنت اكس بلس بلس حي جهان وحيشيك الان نجعل شارقة واحد صح؟ مش اكس صارت واحد شارقة واحد هل بتساوي الاي؟ برضو لا مدام بتساوي هاش يعني الكوندشن صاري true يعني ضيف لي كمان حرف الاي مع مين؟ ضيف لي اي اباند طبعا ما بيلغيش حرف البي هو بضيفه جانبه زي البي والان توقع هاتو بالعمل بعدين حرف الال زي ما انت شايف الان حرف الاي هنا اه مدام حرف الاي في المثال عندنا لما اكس ساوت ثلاثة هادا الكوندشن صار فولس مدام فولس هني بقى هاد مش هتنضاف وحنعمل انكرمنت للي بعدي وبالتالي عنا هيطلع هان الناتج واضح الكود اللي هان هادا كود برضو طبعا احنا بدون اللوب مش هنقدر نعمله واحنا شفنا الميزة هنا انه بس هانسخ بدي انا تكس من اول جديد يخلو من الحرف اي ممكن نستخدم طريقة تانية يستخدم هو موضوع الكونتونيو طبعا ايش عمل في الكونتونيو هانا انما هيعطيني نفس الاوات بتلاحظ طبعا مفيش اختلاف انا عندها هانا في الكونتونيو قال لي هو حيمشي نفس الاعداد بس فيه ملاحظة ليش بادي من سالب واحد وليش لازم نعمل هاي ناقص واحد طبعا هادا عايزك انت تمسك الكود وتكتبه وتجرب لو حطينا صفر شو بيزبط معنا يعني ون المفارقة وين الاشكالية في الكلام ماذا وليش احنا محكمين بالقيم اللي هاي طبعا اولا نفس الشيء قال لي اذا الحرف اللي هو الاي ساوى اتشارقة اي قيمة من هدولة ايش نعمل؟ اعمل كنتونيو كنتونيو يعني ايش يعني تتجاهل الجملة هاي طب هادا جملة شو بتعمل هادا بتخزن الحرف في وين في السترنج اثنين الجديد بتعبي فيه يعني بتضيف عليه منطقي جدا اذا كان هادا هادا فيها ايه ومثلا لما نيجي عنها حين با و بال هادا كلها هادا حيتم تنفيذ هادول لان هادا الشرط هيعطيني فولس لكن ما لما اجع عند حرف ايه هادا شارقة ثلاثة هادا شارقة صفر شارقة واحد شارقة اثنين شارقة ثلاثة هادا لما اكس ساوت ثلاثة هانا عند الكنديشن ترو فعمل كنتونيو كنتونيو ايش هيعمال حيرجع المين على هادا يعني لان يتم تنفيذ الجملة هادا مش هادا نضاف عليها حين صارت اكس بتساوي اربعة هادا بالتالي بالفعل هادين من نفس الناتج هادا طبعا مثال اه 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 او صورة اه او فكرة تانية بتحل نفس المطلوب عنا في المثال الاول انا طيب هيك بنكون احنا يعني اه اه عجمنا او ركزنا يعني في بعض النقاط والملاحظات وهاتي اللي تركات كتير مهمة في عالم اللوب يعني بتخربه وشوفنا مع بعض في بعض اكتر ملمثل ممكن أن نتنطبق نفس عشان نطلع نفس المخرج وهيك احنا بنعزز و بنقوي فهمنا في موضوع اللوب طبعا المحاضر اللي فاتت احنا ركزنا على الوائل عشان عايزين نفهم المبدأ تاع اللوب أساسا الآن هده هنحكي مع بعض الآن موضوع دو وائل والفور وائل الدو وائل هي طبعا نفس فكرة الوائل بس احنا بنسميها دي بوست تيست انا وضح لك الفكرة تعتها يعني هاي كيف بتشتغل هنا عندنا دو وعننا البودي تاع الدو وائل لاحظ نفس الشيء لكن هنا بتنتهي بوائل و الكنديشن هنا هي المفارقة بينه و بين الوائل بانه هاده اللي هان لازم يتنفز على الاقل مرة واحدة بس حتى لو الكنديشن عندنا هنا فولس طبعا نوضح الكلام هنا طبعا لاحظ بيقول لي ان ده موضوع الوائل الكنديشن هذا لازم تنتهي بايش بسيما كولن لاحظ بعدين بيقول لي لو كان الكنديشن هذا فولس مش هيفرق معنا هيتنفذ عندنا البودي تتعادتها مرة واحدة تعالna نطلع على الانميشن عندنا هان أول خطوة هنيجها على الدو بعد الدو هندخل العلمين هننفذ اللي هو الستيتمان تاعت الدو وائل البودي تتعادتها نفذناها هنيجها على مين هنشيجك على الكنديشن إذا الـ condition true هنرجع كمان مرة على مين النفذ البودة تعد و while إذا الـ condition false هنطلع براته وننفذ الجملة اللي هي هاي فلاحظ هنا معنى الكلام إنه هذول الجمل أتليست بتنفذ مرة واحدة المفارقة بينها وبين ال- while إنه لاحظوا ال- while هنا هاي عندنا جملة ال- while وهي ال- do- while حين في ال- do- while هنا هادة الجملة هتنفذ مرة واحدة على الأقل لكن هادة مش شرط حسب يعني مثال حين انتجر بساوي واحد تعني نطلع شان وضح الصورة حين عندي في ال- while اللي أخدناها هل هادة ال- x بتساوي واحد هل ال- 1 أقل من الصفر false حل هيطبع لي قيمة x لا مش هيطبع هادة لن تنفذ لكن تعني نطلع هنا حين نفس الشيء x بتساوي واحد ال- condition عنده هنا false بس هو قبل ما يصل ال- condition هينفذ الجملة هاي فهيطبع لي قيمة x اللي هي واحد بعدين بشيخ ال- condition false بدان false بقى حيطلع برات ال- while واضح؟ طبعا بيقول لي هنا متى احنا عنا نستخدم ال- do- while نستخدم احنا ال- do- while هنا لما احنا افوي يعني اذا انت بدك تميك شور انو اللوب إكسيكيوت at least once يعني انو هذا يتنفذ لمرة واحدة ومن اهم الامثلة واكثر الامثلة استخداما موضوع المنيو اللي زي هيك يعني مثلا انا على الاقل لازم اعرض المنيو يعني قيل لك هاي انا عمدي اعمل المنيو هاي كود مثلا a و b و c و interior choice فانت هان طبعا على الاقل يعني انت مش عاجبك يا سيدي خلاص اضغط على c وهانا حتطلع من البرنامج حل لما اختاره وهانا اي قال له addition operation بعدين كمال مرة رجع بعدين قال له هاي فيه ثلاث خيارات interior choice قال له b بعدين قال له هانا فيه عملي subtraction operation بعدين كمال مرة رجع interior choice قال له d d يعني طبعا invalid input لانه هذا وهذا بذكرنا في ال- switch statement وهذا طبعا هتكون ال- switch statement تابع لمن لان هدول الانماط اللي زي هيك هادي نظام ال- switch بس بلاحظوا الكلام هادا متكرر هي مرة مرتين ثلاثة اربع فيه تكرار يبقى انا عندي loop يبقى اصبح ال- switch داخل مين داخل البودة تاعة اللوب وهانا طبعا الافضل نستخدم ال- Y loop ولا ال- Do-Y loop طبعا ال- Do-Y loop لانا على الاقل لازم نستخدمها مرة واحدة وهانا عندنا لما نعمل exit يعني بالتالي حيطلع عندنا مين برة البرنامج كيف بيطلع من البرنامج تعالى نشوف مع بعض ونوظف الكلام اللي احنا اخدناه طبعا مسبق انها انا نفس الشيء بدأ لفهمين في ال- Do-Y ولاحظ انا مستخدم فكرة هو ايش ال- Flag طبع ال- Flag هتكون مين Y- Flag هذا ال- Flag طالما هو تروح يتم ويرجع كمان مرة متى بيكون False بيصير Force هيطلع براته طب متى انا عايز اخليه False متى عايز اطلع من ال- Y loop لما اليوزر يدخل ايه ال- C فلاحظ هانا لما حطينا ال- C قال ال- Exiting بعدين اش حمل ال- Flag هانا False واضح عملها False بعدين Break عشان يطلع مين اللي هو من ال- Body تعالى Switch يبدأ يشتغل هانا فهانا نفس الشيء طبعا هاي ال- Statement مشروع طبعا الكود بسيط وهانا احنا اتخلنا منه اللي هو Text وقلنا اللي عايزين اول حرف من ال- Text تاعك اللي انت بتدخله اذا كان ايه اطع لي هاد و- Break هاد طبعا ثابت هاي قللي Invalid Input فلاحظ هانا استخدمت ال- Flag وهانا منطقة شدت ان استخدم ال- Flag لان ال- Flag اللي هانا لما يجي مدام احدد ال- C يعني هيتامه هانا يكرر في العملية اللي هو بدوها بغض النظر ايش عمليات طالما انه مش ضغط او ما ضغطش على ال- C مدام هانا عمل Enter لل- C يعني دخلنا ال- C هانا هيعمل Exiting بعدين هيطلع لي برات ال- Waday بتاعت ال- Wild Loop وباي باي طبع بمثال بوضح لي هانا وين يستخدم ال- Do-Wide طيب الفورلوب طبعا هي اشهر بكتير من ال- Do-Wide وتقريبا هي الاشهر كمان من ال- Wild وهي الاشهر على الاطلاق خينا نقول لانها يعني Symbol يعني موضوع Syntax تاحها خينا نقول انه هو كتير Symbol ليش هو الفكرة تاعته هانا انه في جملة واحدة في سطر واحد بعمل Initialization وعنده شرط ال- Condition وبيعمل ال- Updation في جملة واحدة وهذا البدء تاعت ال- For فهذا اللي بيخليها ايه يعني أسهل في الفهم أسهل في البرمج عشان هيك هي اشهر الى حد ما فأول خطوة هان في موضوع ال- For-Loop انه بيعمل Initialization بعدين بيشيك على ال- Condition إذا ال- Condition true هينفذ البدء تاعت ال- For-Loop بعدين بعد ما ينفذ هيرجع عمين القيمة ال- Updation هنشوفها هان بعد ال- Updation حيشيك على ال- Condition إذا true هيرجع كمان مرة ينفذ إذا هان false ال- Condition هيطلع برات البدء تاعت ال- For-Loop وينفذ الجملة اللي بعدية موضوع كتير بسيط شايف المثال اللي هان شوف جملة واحد هان في سطر واحد رأي عمل Initialization بعد إحنا هانا كنا في ال- While نحط برات ال- While طلع انت في البدء تاعت ال- While كان بيختلف برات ال- While نكتب مثلا انتجر i يساوي 1 بعدين While ونحط ال- Condition I يقل ويساوي 5 وجوات البدء تاعت ال- While نحط I plus plus شوف انت المفارقة وين لكن في ال- For-Loop اللي بيعطيني نفس الأداء كلها في جملة واحدة وهذا بيخليني أريع يعني صار عندي بس سطرين أنا في سطرين هنا بس قدرت أن أطبع هلو خمس مرات مثلا زي ما انت شايف لكن اللي عايز أستخدم ال- While لوب على الأقل أحتاج إلى أربع أسطر هاي المفارقة بين ال- For و- While وعشان هي ال- For هي الأشهر على الإطلاق خينا نقول الميزة بال- For-Loop هنا بأنه متى بيستخدم طبعا هو الأفضل نحن نستخدمها وقت إذا كنت انت عارف عدد ال- I-T-Ration يعني أكم مر رح تستخدمها شايف كيف هي الفكرة هنا زي هي طيب نشوف مع بعض أمثلة زي ال- For-Loop هنا مثلا جاي اللي دخل لرقم بقول لرقم 30 وكتب لي هان 15-15-20-25-30 شو الرقم يعني هذا اللي هو يعني هيكتب لي أعتقد أنه هنا بيطابع لي المضاعفات العدد 5 لحد 30 طب كيف هنعمل الكلام هذا موضوع بسيط طبعا هان integer number دخل لي enter number هين دقمتنا نفرض هان هين دخل 30 فلاحظ هان ها شايف X تساوي من ال- X اللي هي بادي من أكم من 1 من 1 لتلاتين يبقى هنعمل X plus plus هاي ال- Increment تاحة هين حامش من 1 لتلاتين بيقول لي هانا إذا كان الرقم عن 1 2 3 4 لما أصل لتلاتين أي رقم منهن يقبل القسمة على خمسة لا يقبل القسمة على خمسة ما تطبع لي شيئا مدام لا يقبل القسمة شايف هاي معناها X model 5 لا يساوي الصفر continue ما يعني continue ما تطبع ما تعمل يشهد يعني ارجع لي على مين علوب من هان كمان مرة واضح طبعا بعد ما يعمل increment فهانا هاي طبعا كتير مريحة يعني بيانتنا هانا كتير صار ساهلة نحنا نستخدم موضوع الفورلوب لو استخدمنا الوايل حيتطلب عنا الكود عقد شوية لكن هانا الفورلوب بالفعل بتسهلين لكلام هان فبقول لي هانا الفكرة تعته انه انه متى حينطبع هاد إذا منعملش continue طب متى بتنعملش continue هان يعني نحط على الكلام اللي هان متى إذا كان العدد المدخل مش من مضاعفات العدد خمسة يعني هاد ستطبق فقط إذا كان العدد المدخل هان من مضاعفة يقبل قسمة على خمسة أو مضاعفة العدد خمسة فلوما أنا حابد لثلاثين من واحد لثلاثين من واحد لثلاثين إيش الأرقام تقبل قسمة على خمسة خمسة وعشرة وخمستاش وعشين وخمسة وثلاثين واضح؟ مثلا مثال تاني هنا بيوديني مثلا ويمكن نستخدم الفورلوب هنا معطيني الفاكتورز يعني إيش الأرقام اللي تقبل قسمة على عشرين يعني اللحظ لما دخل رقم عشرين حيقول لي يعني يقبل قسمة يعني عشرين تقبل قسمة على واحد بدون باقي وعشرين تقبل قسمة على اثنين بدون باقي وتقبل قسمة على أربعة وعلى خمسة وعلى عشرة والعشرين طبعا كيف نعمل الكلام؟ هذا يحتاج لنوع من التركيز يعني بس الكود بسيط نفس الشي أنا عامل هاي الفورلوب بتاعي وهذا هو البضي تاعت الفورلوب بتاعتي وأنا عامل هنا اف الكنديشن تاعتي متى أن النم واحد اللي هو الرقم اللي دخله هان مود الرقم اللي هو الكاونتر نفسه اللي هو الاكس يعني أنا عندي حقسم عشرين على واحد وعشرين على اثنين وعشرين على ثلاثة وعشرين على أربعة وعشرين على خمسة لحد ما اصل عشرين على عشرين متى الشرط عنده بيكون true هنا إذا كان يقبل قسمة بدون باقي فبالتالي عشرين على واحد يقبل قسمة بدون باقي فهيطبع لي مين هينفز الجملة هاي وإلا طبعا مش هينفزها وحيعمل إيش الإنكريمنت بشكل أوتوماتيك طيب هنا مثال تاني هانا طالب مني انه شايف هانا اعتقد نعم نفس الشي معطينه انا كتب له مثلا تيكست معين دخلنا واش عمل فيه وحيشيل مين احرف اللي الكلام هذا يعني احنا هانا يعني الطبيعي للتيكست هم من اول وجديد بس هو عمل لي يكا كاركتر حيطبع لي بس التشارقات لما بكون عندي مفيش فيها لايه فموضوع بسيط نفس الشي فورلوب وهانا حيقول له اذا كان تيكست اللي هو التكست اللي دخلنا احنا هاي شايف دخلنا متخطنا متغير تيكست يعني هذا اسمه مين هذا المتغير تيكست التشارقات زيرو او الاكس طبعا هيبدأ من واحد سوري من واحد هالي تايبو عند هذا لازم تكون عندنا هانا من وين هاليزم تكون من الصفر لانتشارقات زيرو طبعا انت هانا الملاحظة جربها لحالك شوف الموضوع هاد وبعدين هانا تشارقات زيرو هل بتساوي الايه اذا ساوت الايه شوف اذا ساوت الايه continue يعني ما تطبعهاش على الشاشة يعني هادا مش هلتنفز لما هاي تتنفز واضح؟ فمتى هلتتنفز هانا اذا الكون عندي صار false يعني هادا هتتنفز او هيطبع لي الاحرف على الشاشة بما انت شايف اذا هاي ما تنفزلش متى هاي بتنفزش اذا الشرط هادا كان عنده false متى بكون الشرط عنده false لما يكون الاحرف اللي هانا امشي حرف حرف ما بيسويش مين حرف اليه موضوع بسيط نفس المبدأ اللي اشفناه احنا بالسلايدات اللي قبل ممكن نستخدم احنا موضوع الانكريبشن والديكريبشن فيه بالفورلوب كيف يعني؟ او الويل او اللوب بالشكل العام فكرة الانكريبشن انا اذكرك في يعني مثال احنا كنون خدوه ادخلي تيكس معين وهذا تيكس طبعا اه 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 انا سيقول لي AILOVPALESTAINA وحشفر لي اياه هو يش عجب في التشفير هنا ادخل手 ادخل تشفير هنا بسيطة ليش؟ اوان احنا اخدنا اذكرك في الجدول تاع اليونيكود وتشوفنا مع بعض انه كل حرف بقابله رقم سمناه الونيكود كود اللي هو الرقم تاعه خلاص الآن لو الرقم هاته تاعه غيرتي يعني حرفي ليه مثلا بيقابله الرقم مثلا 97 طب لو أنا ضفت مثلا 97 خمسة أو 7 أو 3 حيشيل لرقم تاني بالظبط هاي مربط الفرص فهنا ش بد أعمل أنا عايز طبعا نلاحظ دخل هو التكست تانا أخدنا التكست وطبعا حخزن أنا بدي بدي سترينج عشان نحط فيه الكلام المشفر لأن هذا سترينج تاني يعني هذا اسمه التكست وهذا اللي بنسميه انكريبد التكست وحيكون طبعا فاضي بالأول طبعا نحامش باللوب هنا شايف اللوب عندي اللي هو الفور من الصفر لحديت اللينكث اللي هان حامش حرف حرف وش بد أعمل أنا هانا بدي أجي كل حرف من هان وبدأ أجيب مين بدي أخزنه يعني زي ما انت شايف هنا هيك بدي أخزنه في كاركتر أو كل هادي نفسها أساسا ممكن أعملها انتجر وهذا بنسميه الكاستنج إذا ذاكر فإحنا كل حرف خزننا يعني أول حرف خزننا في الحال فشو عملنا لك نجيبنا الانتجر تالي بدي الرقم تاهم حطناه في اليوني كود شو بعملت في اليوني كود ضفت لليوني كود رقم سابعة وخزنته في إيش في نيو يوني كود جديدة بعدين نحن طبعا بدي أجيب مين بدي أعمل الكاست إذا أخذنا موضوع في أسئلة الواجب أعتقد التالت أو الرابع مش ذاكر اللي هو الموضوع الكاست شو بيعمل وشفنا إنه هادي الكاستنج اللي هانا تاعة لتشار شو هيعمل في الرقم اللي مخزن في اليوني كود وبعدين حضيفها في مين في الانكريبدة تيكست وبالفعل هذا حيتجمع عندي اللي هو حيتغير يعني كل حرف الآي الحرف الآي مثلا الكود داعه نفرض مية فرضا حينضاف إليه سبعة المية وسبعة هيحرفه مثلا نيجي للسبيس للسبيس ضفلها الكونينو كود تاحا مثلا خمسين فرضا خمسين ضفلها سبعة بيصير سبعة وخمسين حيصير هاي إيش الشار أو الكراكتر تاحا واضح هاي فكرة إيه التشفير الانكريبشن هنا أو الديكريبشن لاحظ أنا معطيه هنا زي هيك شو بدي أعمل هو نفس الكود اللي فوق بس اللي هيختلف معي إنه هانا بدل معمل زائد سبعة بدي أعمل مين ماينس سبعة بس نفس الفكرة يعني هايخد منها بدأ رجع لأنه يعني هاي البي كانت مية وسبعة لما شيل منها سبعة هتصير مية المية اللي هي المزلمين للكراكتر آي كابتال لتر واضح طبعا هذا أن الكود انت خده هنا وجربه غير الأرقام اللي هنا وشوف انت عشان تتعمق وتترسخ موضوع فكرة الديكريبشن أو الدكريبش ما عنده هون موضوع يعني بالفعل بسيط طيب موضوع النستد لوب فور لوب نفس فكرة النستد وايل نفس المبدأ يعني أنا مثلا عايزين نعمل عندنا هاي نجمة 2 3 4 10 نجم هان لأن هذا السطر اللي هان شايفوه هذا السطر اللي هان بده طبعا لوب اللي هو يلف 10 مرات اللي هو مين اللي هو حينطبع فيه هاي هذا اللوب لحاله هيك واضح اللي بيطبع لي 10 نجمات زي ما انت شايف بادي من الصفر للعشرة يعني وي بلس بلس اطبع لي الكلام هات لكن هذا الكلام عايز اكرره كم مرة مرة مرتين ثلاثة هانا أربع مرات يبقى هذا حيكون عندنا نستد لوب يعني هذا اللوب جوه لوب بره بيبدأ من صفر لأربعة زي ما انت شايف مثال بسيط واضح طبعا لأنه الكلام هذا قريضي احنا شفناه وين في النستد حال نفس الفكرة برضو نفس الشي انا عندي بادي الرقم الاول هنا اول شي حيبدأ من اللي هي الواي من صفر من صفر عندي هنا من صفر لصفر بعدين من صفر لواحد بعدين من صفر لاثنين صفر لثلاثة زي ما انت شايف فقال بيعمل عندي وهذا نفس الشي انا اخذناه برضو في الواي لوب فاكتب لك واضح هدي عندك انت وجربها غير في القيام من هنا وتشوف شو الاشكال اللي بطلع حال تعمل العكس انا عايز نعمل مسلا لما نعطيه العكس يعني يكون انا عندي يبدأ من سابعة وينزل نزول بالشكل ها طبعا فيه امثلة عمل واجب تكون كتير على الموضوع حون عشان تأكد انك انت فاهم موضوع النستد لوب بغض النظر كان نستد وال او نستد فور هو نفس المبدأ هيك بنكون احنا معالم اللوب انتهينا وحنبدأ في موضوع جديد هنا نتطرق له بالسريع موضوع الRandom Numbers الRandom Numbers اعداد عشوائية موضوع كتير مهم هذا لانه احيانا احنا ممكن نكتب برنامج مش الوزر دخل ارقام معين ممكن ندخل ارقام من انه نعمل عملية حسابية عليه وهذا الارقام تكون random عشوائية يعني موضوع العشوائية مطلوب في عالم الIT وحنشوف تطبيقات طبعا عليه قدام اكتر او من اسألة الواجب الفكرة تعته انه موضوع الRandom Numbers هو نفس فكرة اللي هو تعت السكانر زي ما نعمل هايزين ندخل الوزر دخل رقم معين من لوحة المفاتيح كنا نعمله سيتب للكيبورد وإلى آخره نفس الشي اول شي انا لازم اعمل import من الوزر random ذاكرين قصة scanner كانت في scanner وهنا هاعمل كلمات شايف random بلا كلمة scanner وهنا هضيف اللي هو الاسم object و new random بس هنا نفس المبدأ وهنا هنقول له random numbers وهو الرقم اللي هان كنا نعمله كيبورد هدي ونقول له next integer وخز اللي ها في مين في انتجر موضوع بسيط فزي ما انت شايف طبعا احنا عندنا هنا ممكن انه انا عايز random number integer عايز random number float عايز random number long عايز random number double وطبعا هاي table بتوضح المفارقة بينهم كلهم اولا لو جينا على موضوع double لما نقول له نحنا next double ونخزنه طبعا في double زي ما هنشوف بالامث اللي جاي هانا كلمة next double اول شي حيرجعلي next random number as double بقريتان type هتكون ايش عنا اللي هي double بعدين ده number الرقم هان هيكون من 0 point zero للواحد زي ما هنشوف في الامث الان next float برضو نفس الشي هيكون من 0 point zero للواحد ارقام عشوائية لكن عاد القصور هانا مش بالدقة يعني يعني هانا في دقة هتكون اكبر لانه المساهة عندنا اكبر في الضبل تعال نشوف الnext integer حرجعلي random number قيمته من السالب 2 مليار زي ما انت شايف 2 يعني الرقم الضخم هذا من السلب الموجة باللي هي طبعا شوفنا هذا القيم اللي هي تاعت الانتجر رقم بينهم اي رقم بينهم رقم عشوائي لكن لو ممكن احنا نضيف هنا نحدد رقم مية فهنا سيطبع لي ارقام من صفر لحد مية ارقام العشوائية من صفر لمية وهذا مطلوب طبعا اكتر فهذا المثود ياخد integer argument وحيرجع لها الرقم within the range من صفر لمين لمية أو الان في المثال اللي معنا الnext long طبعا هتكون نفس فكرة next integer بس لكن عندي نشوف عمثلة هنا مثلا عندنا example هاي مثلا عندنا زي ما انت شايف طبعا لازم نعمل import ونقول random random numbers new random بعد نحرط integer number وقال خزين next integer في number اطبع لي فاول مرة لما تعمل run للبرنامج هتطبع لهيك هذا في next integer اعمل run كمان مرة حتين رقم مخالف run مرة رقم مخالف طبعا ممكن نعمل loop في الكلام هذا زي ما هنشوف في اخر مثال بس الشاهد في الموضوع هان انه في كل عملية run هيعطينا رقم عشوائي هيمفهوم كلمة random numbers طبعا ممكن نستخدم قيمة معينة شايف انا بدي حددها يعني انا بدي الارقام random numbers تكون معصورة من صفر عورتين type integer فلاحظ نفس الشيش هعطينا 86 كمان مرة 18 فهدول القيم هتكون within ما بين صفر لحالة العدد اللي هو 125 هنستخدم long مثلا طبعا الفرق بين الانتجر والlong هيبيم معك لاحظ قديش الرقم ضخم لانه هو range واضخم مقارن في مين في الانتجر يعني لاحظ الانتجر قديش لاحظ اللون قديش يعني هذا باب التوضيح نفس المبدأ في عالم الفلوت وعالم الضبل لاحظ الفلوت هنا طبعا ريتان فالو تاعتها فبالتالي لازم يكون نمبر عندي وإلا حيعطينا error أو يكون double زي ما حكينا في أول الكورس لاحظ هذي كل الأرقام اللي هن هي range من 0 0.0 ل 1.0 فاصلة وطبعا لكن في double عندي أرقام شايف دقتها أعلى يعني الدقة هن زي ما انت شايف كيف رقم ما بعد الفاصلة وهذا طبعا هذا ممكن يزبط مانا في حالة مين double وإحنا مثال اللي هنا شفنا شايف المثال هنا هاي ما عمل لي مين عمل اللوب أي اللوب مستخدمين وهنا وقاي اللي شايف أنا عمل متغير اسمه double number وقاي لوني عمل run للكلام هذا يعني random number dot next double خزي الياف number وكل مرة اطبع لقيمة number وكل مرة سيعطيني رقم مختلف لاحظ نفس الشيء يمكن نعمل next integer next float next long إلى آخر زي ما احنا وضحنا في الإسلامة اللي قبل هيك بنكون ترجمة نانسي قنقر